أزمة سياسية مجهولة المآلات تلك التي يمر بها العراق بعد أيام على اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان الحالي في المنطقة الخضراء في بغداد للمرة الثانية خلال أسبوع واحد وإعلانهم الاعتصام فيه قبل أن تخرج تظاهرات مماثلة دعا إليها الإطار التنسيقي الموالي لإيران لمواجهة الصدر وأتباعه لا أحد يعلم بالتحديد ماذا يريد الطرفان المتصارعان بعد قرابة عام على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وتحديد عدد المقاعد التي استحوذ عليها كل طرف سياسي فلا حكومة تشكلت ولا أزمة اقتصادية عولجت كما لم ينفذ أي مطلب من مطالب متظاهري ثورة تشرين التي كان من أبرزها تغيير نظام المحاصصة الطائفية ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين على يد ميليشيات الأحزاب يحاول الصدر بعد التسريبات الأخيرة لشريكه المالكي وإعلان الإطار ترشيح محمد الشياع السوداني لرئاسة الحكومة قلب المعادلة السياسية لصالحه باسم الإصلاح الشامل ومحاسبة الفاسدين وعلى رأسهم المالكي والانفكاك من التبعية لإيران ودول إقليمية بحسب تقارير صحفية غير أن خطاب الصدر ودعوته للنفير الشعبي العام لإقصاء أتباع إيران في العراق لا يستند إلى خطة واضحة المعالم تقود إلى تحقيق الرغبة الشعبية بالتغيير المنشود ضبابية المشهد الحالي وعدم بروز آلية حقيقية للتغيير قد يجر البلاد بحسب محللين سياسيين إلى منعطف خطير ضحيته عامة الشعب خاصة مع وجود فجوة كبيرة بين غايات الأحزاب المتصارعة ومطالب المواطنين في معالجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية وحتى الاجتماعية الشلل السياسي قد يكون هو العنوان الأنسب بعد زج التيار والإطار المتصارعين على السلطة أنصارهما إلى الشارع من أجل عدم خسارتهما للمناصب التي استولوا عليها عبر نظام المحاصصة وبينما تقف العملية السياسية على أعتاب عامها العشرين يبدو أنها قد شارفت على نهايتها نهاية عملية سياسية كانت مأزومة منذ لحظاتها الأولى عندما بنيت على الإقصاء والتهميش وتوزيع الأدوار وتشكيل عراق المكونات والطوائف بدلا من عراق المواطنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر